جاءت هذه المناسبة بمناسبة تقديم شحادات للمتدربين في هذه الدورة حول تقوية الكفاءات للمتدربين وتمكينهم في مجال فن القطابة والخيادة في شتى المجالات في كلمته مؤسس المدرسة الفنية للقطابة والقيادة داود يوسف أحمد أشار إلى أن أهمية تنظيم هذه الدورة مشيرا إلى أن التنظيم مثل هذه الدورات من شأنه أن يرفع من قدرات المستفيدين وتزويدهم بمهارة في فن القطابة حاثا في الوقت نفسه المستفيدين من الدورة على تدبيق المعلومات التي ترقوها أثناء التدريب هذا وفي نهاية المناسبة فقد قدمت شهادات تخديرية لجميع المشاركين في الدورة البالغ عددهم 132